السوديس إمام الحرم المكي خرج يمهد لتطبيع السعودية بتلك الكلمات من على منبر المسجد الحرام أشرف بقاع الأرض السوديس طلع يدلس ويلقي بقدرات من فامه بتلك الطريقة من أطهر أرض الله المسجد الحرام إخوة الإسلام ومن التنبيهات في مسائل العقيدة عدم الفهم الصحيح في باب الولاء والبراء ووجود اللبس فيه بين الاعتقاد القلبي وحسن التعامل في العلاقات الفردية والدولية كما هو مقرر في المقاصد المرعية والسياسة الشرعية والمصالح الإنسانية قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا شوف المدلس أنا عايز أفهم مولاده وأهل من بيبصوا في وشه إزاي وسين بردو لجأ للتدليس والستشهد بآيات من القرآن لموالاة غير المسلم إذ لا يتنافى مع عدم موالاة غير المسلم معاملته معاملة حسنة تأليفا لقلبه واستمالة لنفسه للدخول في هذا الدين فيكون المسلم محسنا إليه ليستميل قلبه إلى الدين القوين قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين وقال تعالى لكم دينكم ولي دين وقال سبحانه لا إكراه في الدين وقال عز وجل وقولوا للناس حسنة وقولوا للناس كل الناس حسنة مدلس حقير السوداس حقير حقير الحاء واخد حقها والقاف والياء والراء حقير نبت شيطاني عفن تدليس ما بعده تدليس الكلام ده في السلم أصلا يعني الواحد والله العظيم تبقى مش عارف ترد تقول إيه لأنك ما بتقولش حاجة هو يعلمها علم اليقين مش معه محتل بيحتل أرضك وبيختصبها ومختصب المسجد الحرق قولك قبلتين وقتل شعبك وعمل كل الأثافي زي ما يكن بيقول وسيم إن كل مصيبة في تلك الأمة سببها اليهود وإن من يعتقد بغير ذلك فهو لا يعرف طريق القرآن والسنة هذه الأوامر ليست مع من اغتصب أرضك وقتل ويقتل لليوم أصحاب الأرض الحقيقيين المغالاة هنا مش للمعتدي عليك مش للمغتصب كلام بديهي والسودس يعلمه السودس يعلمه لكنه أكمل خطبته العفنة وبدأ يلمح للتطبيع طبقا للخطبة اللي كتبها له أزلام بن سلمان وقد توضأ صلى الله عليه وسلم مما زادت مشركة ومات ودرعه مرهونة عند يهودي وعامل يهود خيبر على الشطر مما يخرج من زروعهم وثمارهم وأحسن إلى جاره اليهودي مما كان سببا في إسلامه وهكذا في وقائع كثيرة متعددة تؤكد أن حقائق الدين تستقى من الأدلة الصحيحة والبراهين الصريحة من في جملة أخيرا تنططوها كان حقيرة جدا لك وليس بس طبعا من كتر ما هو الفجر اللي هو بيعمله ضغط عليه فتلاقيه منفعل جدا السوديس اللي قولك لو لك كشفك كنت قلت تجي تقول للناس من ثلاث سنين تقوله بس السعودية يقولك بالله عليك أرض الحرمين بالله عليك تقوله بس السوديس ده حضرتك والبتاع يقولك يا أخي أخي إحنا بنحبك بلاش دول لما بقاش ممكن يخرج يعمل خطبة ولا موعزة في أي مكان بيضطر يقعد بالست سبع ساعات عشان الناس ما تمسكوش تمسح به الأرض طبعا الضغط رهيب على ابن سلمان من تربه وانت نياه ومحتاجين اللقطة بسرعة وابن سلمان عايز العرش مش عارف يعمل ايه تمهيد بقى بتلك الطريق رسول تعامل مع جاره لم يتعامل مع مقتصب لم يصمت على اعتداء على سيدة مسلمة وحاربهم عشان اعتدوا على مسلم تدليس حقير من السوديس اللي قال لك احنا محتاجين حوار انساني روح يا شيخ ربنا ينتئم منكم فاين هذا المنهج الابلج من الركون للعواطف المشبوبة والحماسات الملهوبة بل علم وعقل وحكمة وبصيرة ونظر في العواقب واعتبار للمآلات وحين يغفل منهج الحوار الانساني تذكى جوانب الصدام الحضاري وتسود لغة العنف والاقصاء والكراهية نفس اللي قالوا علماء كانوا ملء السمع والبصر وما حدش فكر اسمهم اصلا وقت المغول قال لك البصيرة يكون عندنا بصيرة تعامل مع المغول خلاص يدخلوا علينا خلاص خدوا اراضينا سابوا نساءنا يعملوا اللي عايزينه مجانين نقومهم حوار انساني مع مين طب معقول الحوار داير من سنة الحوار الانساني اللي بتكلم عليه هذي الانسانية الجميلة يا سوديس ما تنفعش مع قطر اللي حصرتوها زي ما الصهينا محاصرين فلسطين عشان مش راضين يمشوا بالملة على اللي انتوا عايزينه حصرتوهم بلا أي هوادة ومنعتوا الستة عن جزها والرجل عن مراته وحصرتوا الناس اللي رفضهم وحاصرة أشقائهم ورمتوهم في السجن زي إسلمان العودة ما تحورتوش ليه مش هقولك مع قاطر سيبك من قاطر ما روحتش تحورت ليه مع سليمان العودة السوديس ومع المشايخ المعتقلة ما تحورتوش ليه مع الشهيد خاشقجي ما سألتوش ليه على الرأيه وليه هو شايف كده ما مسشتوش سنة الحوار الحسنة دي ليه ما تحورتوش ليه مع الحواطي قبل ما تقتلوه قبل ما تنحروه وتنخلوه بعشرات الرصاصات ما تحورتوش ليه مع خاشقجي قبل ما تقتلوه غيلة وتقطعوه وتنفو جسيته ما تحورتوش ليه يا سوديس ما تحورتوش ليه مع ابن نايف ابن عم سيدك قبل ما تعتقلوه ما تحورتوش ليه حوار إنساني مع الأمراء زي الأمير أحمد بن عبد العزيز ما تحورتوش ليه مع الناس اللي بتهجروهم من المدينة المنورة وتابوك ومدن كتير في المملكة ليه ما طلبتش الحوار معهم يا خسيس قال لك أصلحنا ما عندناش اللطاعة الحاكم ولك من الذلة ما تستحق عن السوديس أتحدث أمة الإسلام ومن أبرز معالم العقيدة الصحيحة المهمة وأسسها لزوم الجماعة وحسن السمع للإمام والطاعة خلافاً لمنهج الخوارج المارقين والبغاة المقيتين والأحزاب الضالة وجماعات العنف المسلحة والطائفية البغيضة الذين يكفرون الولاة ويخرجون على الأئمة ويسفكون الدماء ولا يؤمنون إلا بالتفجير والتدمير وإنك لواجد لهؤلاء رواجاً كبيرة وأجندات خطيرة تترس خلف مواقع التواصل الاجتماعي فكن أيها الموفق على حذر وفطنة وإياك ومسيرة الرعاع وقد كشفت الأزمات وأظهرت المتغيرات خطورة هذه الأطروحات على الأوطان والمجتمعات فلطال من خدع بهالدهماء في اجتزاء وانتقائية عصبية دي من كتر ما هو مغلول عشان هو عارف إنه بيروج لبضاعة فاجره ترجمة نانسي قنقر